بحثا عن فرصة حياة يفر المهاجرون الافارقة من بلدانهم الى اليمن او عبره لكن اليمن التي طالما مثلت موطن نجاه لم تعد لهم كذلك برا وبحرا حيث اعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن فقدان خمسين مهاجرا افريقيا بالقرب من سواحل اليمن مؤكدة انتشالها خمس جثث نتيجة قيام مهربين بالدفع المتعمد للمهاجرين نحو مياه البحر تاتي هذه الحادثة بعد 24 ساعة من عملية اغراق متعمد لمهاجرين افارقة بالقرب من ساحل شبوة في بحر العرب حيث شهد مهاجرون افارقة نجوا من عملية غرق متعمدة وفق المنظمة الدولية للهجرة فان 29 مهاجرا قضوا نحبهم و 12 اخرين في عداد المفقودين نتيجة قيام مهربين باجبار 120 مهاجرا صوماليا واثيوبيا على القفز في البحر رواية الناجين من جريمة القفز المتعمد تفيد ان المهربين عادوا من حيث اتوا وبكل بساطة لتحميل المزيد من المهاجرين يقول مسؤول طوارئ في منظمة الهجرة لوكالة الانباء الفرنسية مضيفا ان بين الموتى والمفقودين نساء واطفال كانت سواحل اليمن قد شهدت في منتصف مارس الماضي مقتل عشرات الصوماليين المهاجرين بعد اطلاق قذائف مجهولة المصدر على قارب يقل مهاجرين افارقة خمسة وخمسون الف مهاجر افريقي وفق تقدير منظمة الهجرة وصلوا منذ مطلع العام الجاري الى اليمن التي يتخذ اغلبهم منها محطة عبور للوصول الى بلدان خليجية بحثا عن فرص عمل وحياة موسيقى